وينضم إلينا مباشرة من بغداد المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب صباح النعبان سيصطباح ورحب بك معنا إلى هذه النشرة الهدف الذي عقيد من أجله بداية المؤتمر العلمي الدولي لجهاز مكافحة الإرهاب وأهم ما تمخض عنه مساء الخير سيزينة تحية لكي ولكادر ومشاهدي قناة الحرة بعد فترة انقطاع طويلة عن جهاز مكافحة الإرهاب وتقطية الأحداث عسى أن نتجاوز هذه القطيعة ونكون معكم مستمرين في هذه القناة الكريمة إن شاء الله لا وجود أي مضيعة سعيدون بمشودكم معنا دائما وفي أي وقت للتعبير عن الرأي الحر الله يفضل شكرا جزيلا المؤتمر العلمي الدولي الأول لجهاز مكافحة الإرهاب هذا المؤتمر الذي عقد برعاية كريمة من القادة العام قوات المسلحة وتحت شعار جهاز مكافحة الإرهاب قوة عراقية لتحديات واقعية هذا المؤتمر غايته هو التعريف بستراتيجية جهاز مكافحة الإرهاب التي تم إعدادها وتمت الموافقة والمصادقة عليها من قبل القادة العام قوات المسلحة للأعوام الخمسة المقبلة وهذه الستراتيجية حقيقة تشمل خطط ومهام وتحدد رؤية وسياسات الحكومة العراقية في مجال مكافحة الإرهاب وخاصة في مبادئ الوقاية من الإرهاب كما عرض في هذا المؤتمر أيضا خطة جهاز مكافحة الإرهاب لثلاث سنوات القادمة ويهدف المؤتمر بالدرجة للأساس إلى تضافر وتنسيق الجهود لاعتبار أن الجريمة الإرهابية هي جريمة دولية تستلزم أن تكون هناك تنسيق دولي في مجالات المحلية والإقليمية والدولية وتضافر هذه الجهود للقضاء على الإرهاب ومنع حصول الإرهاب في هذا المؤتمر أيضا كان هناك دعم وتعزيز للجانب العلمي والفكري والبحثي في مجال مكافحة الإرهاب وأيضا هذا المؤتمر سيكون مؤتمر دوري يوم غد إن شاء الله ستصدر توصيات عن هذا المؤتمر وفي ضوء هذه التوصيات ستكون هناك خطة عمل لجهاز مكافحة الإرهاب تتناغم مع الستراتيجية التي وضعناها للأعوام الخمسة المقبلة رعاية رئيس الوزراء وتفضله بإبقاء كلمة أشعر بها وحدد بها التحديات على جتوائها الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية يندرج الإرهاب في العراق بحسب ما ذكره سيد الكاظمي هناك داعش وأشار إلى دعاة اللا دولة كما وأشار إلى الفساد والسلاح المنفلت هل هناك استراتيجيات جديدة خاصة قام بإعدادها جهاز مكافحة الإرهاب لمحاربة كل أشكال الإرهاب هذه هذا صحيح سيدتي هذه الستراتيجية هي حددت التحديات وحددت المخاطر وأيضا حددت أسباب الإرهاب لم نحصر أسباب الإرهاب بالعمل العسكري والمقاتلين والذين يقفون ضد القوات الأمنية أو ضد بناء الدولة لكن أيضا حددنا من أسباب الإرهاب الفساد تمويل أيضا الجانب الفكري الجانب الايديولوجي مثل ما أشار قاد العام قوات المسلحة أن تحدي المنافذ الحدودية وضبطها هذا تحدي أمام العراق نعم السلاح المنفلت أيضا يشكل تحدي لكن الآن الحكومة بصدق بناء الدولة يشكل مشكلة كبيرة لكل الحكومات العراقية المتعاقبة ولا أحد تمكن من الوقوف بوجه هذه الفصائل المسلحة هل تتوقع هناك خطة جديدة لجهاز مكافحة الإرهاب لتقنين سيطرة هذه الفصائل في الأيام المقبلة؟ أكيد الحكومة العراقية وكما أشار القادة العام قوات المسلحة لديها رؤية وعمل للفترة المستقبلية وخاصة للمستقبل القريب لأبراز وسيادة سلطة الدولة والقانون والأجهزة الأمنية وبنع السلاح المنفلت السلاح المنفلت فقط نحصره بالمجاميع المسلحة وإنما هناك حتى سلاح منفلت في المجتمع بسبب عسكرة المجتمع من قبل النظام السابق وتسرب أعداد كبيرة من السلاح لذلك الآن السلاح موجود لذلك الدولة الآن تعمل على وضع ضوابط هذه تتزامن مع بناء القدرات للأجهزة الأمنية في ستراتيجية جهاز مكافحة الإرهاب سيتماخذ عنه أيضاً وإنشاء تنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى لتحديد ساحات العمل الأمني والعمل الاستخباري وهذا سيعمل على أن تتوجه كل جهاز أمني يتوجه إلى مهامة الرئيسية وبالتالي تضافر هذه الجهود الأمنية وفق المهام المحددة بالتأكيد سيكون عامل للسيطرة على الشارع والتمهيد لإجراء انتخابات سهلة وانتخابات آمنة وهذا الذي تنشده الحكومة العراقية بشخص سيد رئيس الوزراء للوصول إلى يوم انتخابات حرة من خلالها يستطيع المواطن أن يكون هو الصوت وهو العامل في التغيير وحتى في القضاء على هذه التحديات التي أعلنها وأعلنها رئيس الوزراء سعيدة جدا بحضورك معنا مباشرة من بغداد المتحدث باسم جهاز مكفحة الإرهاب صباح النعمان ممتنى كثيرا لك على الحضور